السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوات الامرات احلى مشاهدين في الدنيا كلها مشاهدين وصفات رهيبة مع رشا اخباركم ايه امرات يا رب دائما بخير وبصحة وسعادة وهنا الطلب مننا في الفترة الاخيرة طريقة عمل الدلكة السودانية وطبعا زي ما انتم متعودين مع رشا بنعمل لفل الوحش من الحاجة لا احنا مش هنعمل الدلكة السودانية ولا حاجة احنا هنعمل اقوى حاجة اقوى دلكة عملت على المجرة بمكونات بسيطة جدا وزي ما احنا متعودين هقولك بديل واتنين وتلاتة وحاجة كده امر اوي هنصلي الاول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتحطوا لايك وتعليق ونسلك كده يا جماعة ونبدأ صفحة جديدة ونبدأ صفحة جديدة مع بعض من السلكان علشان خاطر اقدم لكم كل ما هو جديد تمام كده تمام كده لو جت سألت واحدة جديدة اول مرة تشوفني النهاردة تعرفي ايه عن الدلكة السودانية هتقول لي يا رشا دي حاجة امر اوي بتباح في السودان وفي منها موجود في مصر بس عايز اقولك ان تسعين في المية من اللي موجود في مصر هنا مخشوش تمام عشان تشتري اصلي بقى لازم تكون حد سوداني ذات نفسه اللي تشتري منه وهي حاجة كده اختراع امر صراحة بيستخدموه خصوصا للعرايس بيديك تفتيح رهيب وبينزل الاسمرار والكلف وحاجة كده امر تمام كده تمام كده افهم من كلامك انك انك انت عاوزة حاجة تخليك زي العروسة كده وبشرتك تنور وتشيل الاسمرار والكلف والحاجات دي او تمام يبقى انت خليك عندك هنا وانا هعمل لك الحاجة اللي تخلي بشرتك زي الاشطاء هسأل واحدة تانية سؤال فاكرة الفيديو اللي انا اتكلمت فيه عن اني لما تكون بشرتك جفة او مش رطبة بمعنى اصح هتكوني عرضة للتجايد وان انت طول ما بشرتك نشفة سواء من شمس سواء ان انا مبحطش عليها مرتبات فانت كده بمعنى اصح بشرتك هتكرمش سواء بقى الكلام مش على بشرة الوجه فقط على جسمك كله انا جسمي ما بحطش لوشن على جسمي ما بحطش كريمات فطبيعي هتلاقي جسمك بدأ مع مرور الوقت دخلت التلاتين دخلت الاربعين جسم كرمش كأني واحدة عندها ستين سبعين سنة تمام كده تمام كده تمام انا يا رشا روح اجيب لوشن في الغالة ده انت بتهزري لأ انا مش خليك اتجيب لوشن في الغالة ده ولا حاجة ولا خليك تجيب كريمات مرتبة للبشرة والكلام ده برضو في الغالة ده النهار ده هعملك ميكس ما بين الدلك السوداني بالتفتيح بتاعها الامر وحاجة مرتبة لجسمنا عشان جسمنا يفضل رطب كده وطاري وناعم وملمس وامر وفي نفس الوقت ما تتعرضيش لشيخوخة او تتعرضي لتجعيد بسرعة يلا نعمل الميكس ده مع بعض الناس الليسه ما حطوش لايك وتعليقات حطي بالله عليك ويلا بينا بجد وصفكم به ضربنا بيها عمش عصفورين بحجر ده عشرين عصفور بحجر اول مكون معنا النهاردة وهو معلقة من الزبادي او بتقولوا علي يا غرص معا عندي الزبادي اصبوري هقولك هتعملي ايه في الاخر خالص هقولك كل مكون وبديله كان هيكون ايه تمام اهو اين بتتفتح منين اهو ماشي عاوزة معلقة من الزبادي طبعا ده بقى حسب انت هتعملي ايه ايه انا مسلا دلوقتي هعمل بشرتي بس وشي لا يا راشد انا عاوزة اعمل جسمي كله على حسب بقى اللي انت هتعمل ايه تمام اهو عظيم قوي معلقة من الزبادي بفرض ان انا هعمل حاجة على قد بشرتي بس وشي فقط اما بقى هعمل منطقة الاندر ارل معاعمل رقبتي هعمل اي مكان في جسمي بيتقطر شوية تمام كده تمام كده حطينا معلقة بتاعة الزبادي زبادي للبشرة يعني ينهار ترطيب احلى من اجدعها كريم هتشتريه غالي احلى من اجدعها لوشن هتشتريه ترطيب ما بعده ترطيب وتفتيح وحاجة كده يخلي جسمك اشطى حرفيا وحاجة كده رهيبة تمام تمام تاني مقوم معانا الى وهو منجم فيتامينات للبشرة منجم حديد للبشرة برشي سمات كده بالبلدي على بشرتي الى وهو يروحي شوية من العسل لسوت ايه هو العسل لسوت تاني قول تاني هو عسل اصب السكر ما عنديش عسل اسود هيكون هنا البديل بتاعه العسل النحل عسل الاسود رهيب للبشرة منجم فيتامينات وحديد وحاجات كده رهيبة للبشرة عايز اقول لك على سر كمان بغض النظر عن ان هو رهيب جدا للبشرة ومنجم فيتامينات وحاجات كده كتير مننا بيعاني من علامات التمدد يعني انا كود مثلا حامل وبعد ما احملت ببص الاقي بطني كلها خطوط كده الخطوط الحمراء والخطوط البيضاء وكلنا عارفينها وبنعاني منها رقم واحد في وجود الخطوط ده انك انت ما بتستخدميش نوع مرتب على بشرتك كذلك برضو انا جسمي كان حلو بعد كده جت خنت شوية كم كيلو بصيت ابو السلاء الجلد حرفيا كانه تقطع طبعا كلكم عارفين الحتة اللي انا بتكلم فيها دي اللي هي علامات التمدد اللي بتيجي ببوزنا شكل الجلد لو انت عايزة تشيل علامات التمدد ديه بالمرة معاكي وعليكي وعلى الوصفة دي الزبادي هيديك ترتيب ما بعده ترتيب لاني زي ملتلك قبل كده وتكلمت عن الموضوع ده رقم واحد لوجود الخطوط الحمراء والبيضاء في الجسم هو جفاف البشرة لو بشرتك طرية مش هيطلع لك الخطوط البيضاء ولا الخطوط الحمراء فالزبادي هيشيل معاك الخطوط ده هيشيل معاك الخطوط ديه مع الاستخدام بلس كمان العسل هيجدد معايا خلايا البشرة وهيغزها لي وهيديها نسبة حديد حلوة فبالتالي هيشيل معاك الخطوط دي تمام؟ هحط معلقة من العسل الاسود ما عنديش عسل اسود قلنا هنحط معلقة من العسل النحل والزبادي بالمرة البديل بتاعه لو انت ما عندي كيس زبادي هتحط معلقة من الرز وتحطيها على البتوغاز زي ما احنا عملنا مبارخ وبعد كده تضربيها في الخلاط وتجيبيها هنا تمام؟ يبقى انا لو ما عندي الزبادي هجيب معلقة من الرز احط عليها شوية من الميا واول ما تتسلق اضربها في الخلاط واجبها هنا احط عليها معلقة العسل تمام؟ بقى انا قلت لك كل مكون وبديله هو هنقلب كويس جدا 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 معي الزبادي اللي هو ترتيب ما بعده ترتيب معي العسل اللي هو منجم فيتامينات للبشرة قلنا اننا كده برطب بشريتي بمنع التجعيد بدي هتفتح حلو قوي بشيل الاسمرار بشيل الكلف وحاجة رهيبة هيجي المكون اللي بعد كده وهو يا غالية معلقة من الرز المطحول وزي ما حكيت لك امبارح في الدلكة الامر اللي احنا كنا عاملينها انا بحب الرز يكون خشن ونسمع كده صوت اللي بيسموها الارماشة دي انتوا سمعين اهو سمعها اهو اللي هو بالزبط هو لو انت بصيتي عامل زي الرمل مش ناعم مش يعني ما رحش لعطرة قولنا عايزة ايه الرز لأ ده ده كده عاملة زي حبيبات الرمل الرز في الطبيعي مانجم زنك مانجم كلاجين مانجم ضدات اكسادة فيتامين اي حاجات رهيبة جدا للبشرة بلاص ان انا مستخدمان نهاردة كان مقشر برضو يعني مانجم فيتامينات بلاص ان هو مقشر حلو قوي للبشرة تمام هحط دول هنا كده وهتديله التقليب تمام هنزل بالبقين معلقة كده كفاية قوي حلو قوي تمام وبكده يا قلب اختك اصبحت معاك الدلكة او الوصفة جاهزة بمكونات ارخص واقل مما يكون علشان اروح اشتري الدلكة السوداني تلات اربح كور برقم محترم وما مش بتبقى اصلية محدش بيباعها في مصر اصلية الا من رحم ربي تمام كده تمام كده ومش هتديك الترطيب اللي انت اه هتسنفر لجسمك بس مش هتديك الترطيب اللي احنا تكلمنا عنه مش هتعالج معي الخطوط الحمراء والخطوط البيضاء اللي موجودة في البشرة مش بدي البشرتي سماد وفيتامينات وحديد وحاجات كده عشان اجدت بها خلايا البشرة زي مقلت لك قبل كده بالنظر عينك ميزانك ليك انك انت تحكمي لا يا رشال انا شايفة ان الدلكة السوداني اللي برا احلى مبراحتك من وجهة نظر انا شطراحة الشخصية لا بمكونات بسيطة جدا معلقة زبادي ما كلفتنيش اي حاجة وشوية من العسل وشوية من الرز المطحون عملت بديل الدلكة السودانية اللي الناس كلها مهووسة عليها بل حاجة كلها فيتامينات وحاجة امر للبشرة طب باستخدمها ازاي هقولك يا البغتك دلوقتي بتجيبي بقى مسلا سي انا هستخدمها على ايدي لا ده انا هستخدمها على بشورتي مفيش مشكل اهو تمام بحط كده اول حاجة بدخل تحت الشوار شوي باخد شوار تمام وبفتح بقى مسام بتاعت البشرة وجلد بتاعي بيترة وبروح جاية بقى كده تحت الشوار بتاعي وامسك منطقة منطقة من اللي انا عاوزاها جزء بتاع الطليط يا جميع تعالي نحط هنا كده عشان نليط هنا براحة اهو بمسك منطقة منطقة بفرض ان انا يا رشح عايز اعمل بشورتي عايز اعمل ايدي اهو بالمنظر ده زي ما انت شايفة كده الرز ما شاء الله مش عاوز ييدوب اللي هو عامل زي الرمل وهو المطلوب اسبعته انا عاوزا بالمنظر ده يصنفل لي كده بشورتي ويخلى هالي عجمية اهو بصي اهو هتغضي حتة حتة وهتدخل تعمليها تحت الدش عايز اعمل ايدي اعملي ايتك عايز اعمل اه وشي اعملي وشي بس بشرط ما يكونش عندك حب شباب مش يكون عندي حب شباب بوقع وضفرك بالبتاع ده كده لا لو ما عنديكش حب شباب ببشورتك مش حسيسة قوي اعملي الوش انا شخصيا بعمله بيبقى توحفة وبينور اهو زي ما انت شايفة كده يا قلبوختك اهو رهيبة اقسم بربي رهيبة فوق الوصف بلاس ان انا اديت لي بشورتي الترتيب اللي انا نفسي فيه بلاس ان من ناحية التانية اهو آآ غيزة وترتيب وفي نفس الوقت صنفرة امر قوي للبشرة اهو تفضلي بقى تدعاكي كده في الرقب وفي الكوع وفي ايدك تخلي ايدك كده تنور حرفيا اهو بص الجمال والعظمة اهو آآ مش عارف استني اقملك عشان انا قاعدة زي ما انت شايفة وهو خشن وكاننا بموت بقى في الخشونة اللي في دي الخشونة دي بقى اللي هو ينهار صنفرة حرفية اهو طلعت طلعت طين والاسمرار والنشفان اللي في الجلد بجد حجرة وهتعودي تعمل كده عشر دايق ومشاء الله تلاقي بقى لون البشرة بدأ يديك اللون الورد يا هو مش عارفة بقى قدامكو هلا بس عشان العسل مغمق شوية تمام عشر دايق بالمنظر ده بعد كده تشطفي جسمك وتخرجي خط التنعيم وخط الترتيب وخط التفتيح علجت التجعيد شلت الاسمرار فتحت البشرة وشلت الرؤوس السوداء بجد حاجة حرفيا كن بلا جربوا الوصفة يا امراض جربوا الوصفة حرفيا والله العظيم رهيبة والله العظيم احلى حرفيا من الدلكة السودانية اه ما احترابنا لقواتنا السودانيين كل حاجتهم امروا على دماغنا بس فعلا الطريقة دي مش هتكلفك حاجة ونتيجاتها خرافية تنسيش اللايك يختم الفيديو بالصلاة عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى